بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال باب ما جاء في منكري القدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين باب ما جاء في منكري القدر والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون وهو ثابت في الكتاب والسنة هو إجمع أهل الحق على أن كل شيء بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى فالذي ينكر القدر هذا يعجز الله عز وجل في أوامره ونواهيه وما يجريه الله جل وعلا على عباده من خير أو شر نعم باب ما جاء في منكري القدر وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم نعم هذه أركان هذه أركان الإيمان بالله عز وجل ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره فالذي ينكر القدر هذا لم يتكامل إيمانه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قول المصنف باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك نعم بالذي ينكر القدر هذا لم يتكامل إيمانه لأنه لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان بالقضاء والقدر نعم أخرج أبو داود عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم نعم القدرية كما في هذا الحديث أنه مجوس هذه الأمة مجوس هذه الأمة والمجوس فرقة كافرة معروفة فرقة كافرة معروفة فمن أنكر القدر فإنه يكون من مجوس هذه الأمة نعم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا وإن ماتوا فلا تشهدوهم تشهدوا جنازتهم لأنهم ليسوا مسلمين ليسوا مسلمين بل هم مجوس والمجوس فرقة كافرة مارقة معروفة في الخلق نعم وعن عمر مولاء غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر نعم فمجوس هذه الأمة هم الذين ينكرون القدر ويقولون لا قدر الأمور لم تقدر فهؤلاء كفرة ومجوس كما في الحديث كما في هذا الأثر أنهم مجوس هذه الأمة والعياذ بالله نعم ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه وهم شيعة الدجال نعم هذه أوصافهم من مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تحضروا جنازته وهم شيعة المسيح الدجال وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال حق على الله أن يلحقهم بالدجال فإذا خرج الدجال فإنهم يكونون من أتباعه والعياذ بالله وهم شر هذه الأمة كما في الحديث أو في الأثر نعم قال المصنف رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبيله الله منه حتى يؤمن بالقدر نعم هذا وعيد شديد على من أنكر القدر وبين صلى الله عليه وسلم أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا وهل أحد يستطيع أن ينفق مثل أحد جبل أحد ذهبا ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر نعم حديث ابن عمر حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى ابن يعمر قال كان أولا من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتميرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله تعالى لنا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف فقال فإذا لقيت أولئك وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر نعم هذا أثر عظيم في منكر القدر أنهم ليسوا من المسلمين لو أنفق مثل أحد ذهبا جبل أحد جبل أحد أكبر الجبال هو أكبر الجبال المدينة لو أنفق أحدهم ما يوازن جبل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ودل على أن من أنكر القدر فهو كافر نعم فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يتتبعون العلم نعم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف نعم وأن الأمر أنف لم يسبق أن قدر نعم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بري وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تليد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت ثلاثا وفي رواية مسلم فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم نعم فدل هذا الحديث على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ومن جحد القدر ليس له إيمان ولا دين نعم ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكريم وتكفرون ببعض نعم يشبه ما الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه فهؤلاء ليس لهم دين حتى يؤمنوا بأركان الإيمان كلها ويؤمنوا بأركان الإسلام وأركان الإيمان كلها فمن لم يؤمن بهذه الأركان فليس بمسلم وليس بمؤمن لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم على أبك ورسولك ببعض 今日 نعم اشتركوا في القناة